مشاهدينا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من شباب على الهواء فكل حلقة من حلقتنا بنستعرض مع حضراتكم قوة المجتمع الشبابي نتكلم دايما عن الطموح وعن الإيجابية الشبابية نتكلم دايما عن الأفكار الإيجابية من الشباب والنقاط المضيئة من شبابنا المصري ومن كل النماذج الإيجابية الطموحة اللي بتسعى دايما أنها تكون مؤثرة داخل المجتمع الشبابي دايما بنسرد القصص عشان نتعلم منهم إزاي أن هما قدروا يتعاملوا إزاي أن هما يقدروا يتفاعلوا بشكل إيجابي دائما وأبدا بتبحث المجتمعات المتقدمة أنها توفر البيئة الموضوعية للشباب لأن هما الطاقة المحركة وهم ترسل أكبر المحرك في عملية التنمية في أي شيء خلينا نقول أن النهاردة مصر كلها بتحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة بتزامن طبعا 6-8 كانت 2015 النهاردة برضو بنحتفل بسبع سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة لما لها من مرضود اقتصادي وأحد المشروعات القومية العملاقة الكبيرة اللي اتعاملت بأياد مصرية واللي كان تمولها بأياد مصرية وفكرها مصري وكمان واحدة من العلامات المميزة في قناة السويس حاجة من الحاجات اللي حركت أمور كثيرة إيجابية داخل المجتمع نتكلم النهاردة عن مرضود مثل هذا المشروع القومي الكبير مع ضيوفنا الكرام ونتكلم كمان عن مرضود المشروعات القومية العملاقة على الشباب المصري وإزاي التفاعل الموضوعي والشكل الموضوعي للشباب مع ضيوفنا الكرام وده هيكون في سياق فقراتنا الحوارية الأساسية لهذا اليوم خلينا نخرج لفاصل قصير بعد الفاصل نقابل شبابنا خليكم معنا بجد التحيال حضراتكم مرة تانية في ستوديو شباب على الهوى بجد او برحب ضيوفي المنورين النهاردة معي فادي ماهي الرئيس برلمان الشباب الأفريقي برحب بيك فادي أهلا بحضيتك السيدة أمير ومعي أميرة الساوي عضو برلمان الشباب الأفريقي برحب بيك أهلا مع حضرتك الأول أنا سعيد أن اتنين بيمثلوا مصر أفريقيا أنت رئيس للبرلمان وانت عضوة لبرلمان الشباب الأفريقي الأول أنا مبسوط أن أنتم موجودين معي النهاردة وخلا نقول أن اليوم سعيد هم نحتفل بسبع سنوات مرة على التحقنات سويس الجديدة واحدة من كبرى المشروعات اللي بتبحث دائما الدولة المصرية أنها تحققها على أرض الوقع تحديات وتحدي صعب من التحديات اللي مرت بها دا المصرية والحمد لله هي كانت على قد المسؤولية وعلى قد هذا التحدي إن شاء الله نمر بتحديات كثيرة نقدر نتخطى الأول خلينا نتكلم عن اليوم يا فتي فضل النهاردة يمكن يوم عظيم جدا يمكن حضرتك قلته وهو ذكرى افتتاح كناة السويس الجديدة الأجمل في افتتاح كناة السويس الجديدة أن كل اللي ساهم فيها مصريين من حيث المهندسين ومن حيث كافة التمويل تمويل كمان تمويل مصري يمكن العالم كله كان بيشوف أن أمر صعب جدا أن هيكون المدة الزمانية إزاي قوة من المصريين قوة كبيرة هتقدر تعمل دوت وكمان ده سهل حاجات كتير نقدر أن يكون فيه الدخل القومي والعائد على مصر من خلال قناة السويس الجديدة عائد كبير كمان مرور السفن مرور السفن كان بيستغرق وقت كبير يمكن يكاد 18 ساعة حالين قلل الوقت الزمني فبالتالي معدل السفن اللي كان بيمر ما يقارب عن 49 سفينة دلوقتي بيمر العديد من السفن لأنه أصبح فيه طرقين فهنا سهل أن يكون فيه اقتصاد قوي لمصر سهل كمان أن يكون العلاقات الكبيرة ما بين مصر والدول العالم في هذا الأمر أمر كويس جدا خاصة أن قناة السويس الجديدة تدل على الدخل القومي وعائد كبير لكل المصريين صحيح أن قناة السويس عالمها من العالمات المميزة لمصر في العالم أميرة يعني كتأثير على الشباب يعني كتأثير مثل المشروعات القومية دائما وأبدا بنكلم عن أن المشروعات القومية الكبيرة العماد الأساسية والمحرك الأساسي فيها هم الشباب اللي اعتماد على الطقات الشبابية وكتأثير ده على الشباب المشروعات القومية كبيرة بالضبط من ساعة افتتاح القناة ده طبعا كان مشروع عظيم جدا كان بيدل على رمز لحكمة القيادة القوية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبعا ده كان تحدي للدولة المصرية أمام العالم كله إن هي قدرت في خلال سنة واحدة بس إن هي تعمل حاجة عظيمة جدا بالذات للشباب إن هي قدرت إن هي توفر فرص عمل كتير جدا للشباب والشباب اللي هما سوف يتم تخريجهم من الكليات خلاص هما متطمنين إن هما هيطلعوا يلاقي في حاجة مستنية دي حاجة بتبقى مطمنة للشباب صحيح وعايز أقول كمان إن جملة المشروعات الأملاقة بتخلق فرص كتير فرص عمل للشباب فرص تخدمات التقاط الشبابية كمان قد سويس مش بس افتتاحها كان هو الشكل الوحيد ولكن ده تم تنمية أمور كثيرة اللوجستية بجانب افتاح القناة والآخر مشروعات كثيرة قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فدي لو هنتكلم برضو نفس من وجهة نظرك كده صدى ده إفريقيا تأثير مثل المشروعات دي صدى إفريقيا وسدى صدى عالميا ومحليا تأثير ده وصدى على الأفكار المغلوطة اللي كانت موجودة والتحول اللي حصل في الدولة المصرية طيب أحنا هنقول إن حالين بنعيش مصر الحديثة والطريق إلى الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس قناة السويس أحنا لدينا العديد من المشروعات العملاقة التنموية كمان في صعيد مصر عن حد من الصعيد يمكن كنا نقول إن زمان الصعيد مهمش لكن بنشوف دلوقتي افتتاح لكباري ومشاريع كبيرة يمكن كمان فخامة الحاجات اللي بتخرج من عندكم إيه جديد؟ إيه جديد عندكم؟ طيب الجديد فيما يخص مصر طبعا فيما يخص مصر الجديد يمكن فيه دور كبير احنا شغالين عليه والتنسيق مع البيوت الثقافية الروسية ويمكن كان فيه زيارة هامة لوزير الخارجية سيرجي لابروف الروسي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات المصرية الروسية احنا فيه تعاون كبير وخلال الأيام الجاية هيبقى فيه مؤتمر كبير من خلال الاستثمار وريادة الأعمال وكمان الفن والثقافة ما بين مصر وأفريقيا وروسيا ده الجديد والجديد كمان يمكن أنا أشارت ليه هيكون فيه زيارة كبيرة وضخمة في الوادي الجديد هنشوف ده على أرض الواقع من خلال برلمان الشباب الأفريقي هيكون فيه ممثل من أكثر من دولة أفريقية لزيارة الوادي الجديد وتفقد بعض المشروعات على أرض الواقع مش بس كمان هنا في مصر كمان دور البرلمان من خلال الورش العامل تمكين الشباب فيه شباب كتير مش عارفة ايه المشروعات اللي في البلد ده دورنا ان احنا نقدر سألة للشباب أهمية المشروعات ده ايه كمان تمكين الشباب ازاي يقدروا ان هم يكونوا دور مؤثر وفعال فيه المشاركة الوطنية في العديد من المشروعات يمكن انا لما كنت طالب في الجامعة كان بيبقى فيه تمثيل لحضور بعض المؤتمرات او افتتاح المشروعات من خلال الشباب بوجود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دور البرلمان طبعا هيبقى له دور كبير في العديد من الزيارات او الفعاليات اللي هيقدر يقدمها اللي هتخدم الشباب وتكون تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمام دي من الحاجات الجميلة اللي احنا نشتغل على نفسنا وان احنا نشتغل بشكل ايجابي ولا انا هكلمك فيه بعد التقرير ده نقرر تقرير كده عن الاحتفال الخاص بذكرى سبع سنوات مرت على قناة السويس الجديدة خلا نشوف هذا التقرير ونجعل نكمل حلقتنا مع ضيفنا الكريم خليكم معنا قناة السويس الجديدة واحدة من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة في ذاكرة المصريين لما صاحب هذا المشروع من نجاحات مختلفة اهمها على الاطلاق الالتفاف الشعبي الذي حضي به منذ الاعلان عنه في 5 اغسطس عام 2014 وحتى الانتهاء والافتتاح في اغسطس عام 2015 تعد قناة السويس الجديدة مشروعا حيويا ولحركة النقل البحر في العالم فهي ضرورة حتمية لرفع القدرة التصريفية لقناة السويس الطاقة العددية والحفاظ على مكانة القناة وأهميتها العالمية بصفتها أكبر وأهم ممر ملاحي لحركة التجارة العالمية كما أن مشروع القناة الجديدة يعتبر بمثابة البنية التحتية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لاستعاب زيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة التي تقوم بنقل تجارة العالم وكذلك نقل مسلزمات الصناعة والإنتاج الكمي المنتظر من مشروع التنمية القومية أهني الشعب المصري والقيادة السياسية على الإنجاز اللي شاهد لي العالم كله وهي ذكرى إنشاء قناة السويس الجديدة ويمكن قناة السويس الجديدة أبهارت العالم كله يمكن أول مشروع قومي يتلف عليه الشعب المصري كله ويدعم بموارد مصرية خالصة إنشاء قناة السويس جديدة بتزيد داخل القوم المصري وبتزاود الشباب وبتعمل حاجات كتير له مصر وليه بتزايدة الجمارك وبتجزب الدول العربية والعالم العربي كله وبتجزب الدول الأجنبية أيضاً اللي هو لدخل القوم المصري وكده قناة السويس قناة تجارية كبيرة وليها أمامها في البلد هي أكيد زودت في اقتصاد مصر وحسنته كتير وأنا أسمن حيات زي كده قناة السويس لها أمامة كبيرة جداً وفي حاجات كتير أقدر اتغيارت من ساعة ما بقى فيه قناة السويس بها نيكو كلكم بمناسبة افتتاح قناة السويس وده إنجاز كبير وكلنا من استفاد به بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في استوديو شباب على الهواء قمة الفخر والطموح والتحدي الكبير اللي مرت بدولة المصرية في مثل هذه المناسبة دي حاجة من الحاجات الأساسية والإيجابية التحول الاقتصادي التحول العقلي وفكرة عدم التكاسل وفكرة المشاركة الفعلية والاحتواء والتكافل والتكامل المجتمعي دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي بننشد دائماً وبنطمح إنها تتواجد داخل المجتمع المصري طيب خلينا نرجع بقى للشباب المصري المنوط بيه عملية التحرك الإيجابي داخل المجتمع أو اللي بيخلق من خلال أول مؤتمر شبابي اتعامل الصدمة من واقع الأفكار الإيجابية اللي كانت موجودة عند الشباب ده واحد من الطموحات الكبيرة اللي ممكن تعقد عليها دول أمال كثيرة في المستقبل إنها تحققها عايز أقولك كتجربة شخصية بقى أنت مقررتي بها التحول من أميرة الصوي اللي موجودة في مصر اللي تحاول لها تكون نموذج وممثل لبرلمان الشباب الإفريق التجربة بتاعتك في الحقيقة أنا بدرس كلية علوم زا وقعاكة وتأهيل جامعة الزأزين يعني مش مجيلي خالص لا صحافة ولا إعلام فحبيت إن أنا يبقى لي طبعا كان طموحي من الأول إن أنا أدخل إعلام فحبيت إن طبعا بجانب الجامعة بتاعتي إن أنا حقق ده ابتديت إن أنا أدور كتير وأبحث كتير عن الحاجات والفعاليات والأعمال التطهعية دي لحد لما وصلت لبرلمان الشباب الأفريقي وقدمت فيه والحمد لله تم قبولي مساكت مساعد لجنة الإعلام فيه شاركت في أكثر من فعالية في البيت الثقافي الروسي اللي موجود في الدقي شاركت في أكثر من فعالية موجودة فيه ودي طبعا حاجة زادتني علاقات وثقافة حاجات كتير قوي أنا كنت محتاجة لها ودي طبعا حاجات تؤهلني لبعد كده إن أنا أمسك منصب كبير بإذن الله إحنا شاركنا في فعاليات كتير قوي زي حفل افتتاح المنتدى الثقافي الروسي اللي كان فيه السفير الروسي وكان فيه ناس كتير جدا يعني حضرت الفعالية دي فأنا حبيت إن أنا أشارك وحبيت إن أنا أدخل أعمال التطوعية دي مش في البداية مثلا زي ما بقولوا إن أنت هتتخلق ناجح أنا أحب إن أنا أبدأ خطوة 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 لحد لما ربنا يكلمني ده العمل التطوعي سهل خص ده العمل التطوعي هدف بقى بحس إن أنا أحققه حاجة بسيطة بشوفها يعني التجميل هي بتبقى عايزة إرادة من أفضل آه يعني التجميل الحاجات اللي هي بسيطة اللي أنا ممكن أشارك بس ولو بحاجة إيجابية يكون لها مرضود إيجابية عن المكان اللي أنا عايش فيه دي حاجة كويسة وده العمل التطوعي وده الهدف الأساسي منه إن أنا أعمل حاجة تساعد المجتمع أو البيئة اللي أنا عايش فيها نتجملها وتحسنها للأفضل فدي النصايح اللي دايما دايما بننقلها من خلال خبراتنا أنا دلوقتي مش محليا أنا بتكلم دلوقتي إفريقيا أنا أنا موجود باحتكي بناس كتير بثقافات كثيرة المفروض أن أنا هيكون على دور مجتمعي في المجتمع اللي أنا عايشة دي بننقل الصورة دي زي فدي طيب أنا بقول إن ما فيش شيء صعب يمكن دلوقتي بنعيش حالة جديدة ومصر الحديثة والجمهورية الجديدة وبنشوف تمكين بالفعل الشباب تولي الشباب من مناصب القيادية طيب إزاي إن احنا نكون في حاجة زي كده لابد من المشاركة المجتمعية واحنا عندنا عام 2022 هو عام المجتمع المدني فلابد إن الشباب يبقى لهم دور فعال في المشاركة في الأنشطة من خلال الوزارات المعنية الشباب والرياضة الصقافة الأنشطة عموما في شدة المجالات لابد الإنسان يبحث ويجتهد علشان يقدر إن هو يوصل لشيء ما فيش شيء بيكون بالسهل ولكن العزيمة والإصرار والعمل إن الإنسان يقدر يكون عنده شغف إنه يحقق حاجة ويبقى فيه حاجة للكرير بتاعه مستقبلا هيقدر إن هو يخلق طفرة كبيرة في حياته ويقدر إن يكون فيه كمان استدامة كبيرة دلوقتي كمان الشباب إحنا بنشتغل عن القمة الكبيرة الطريق إلى الكوب 27 الكوب 27 اللي هيتامل قمة كبيرة في شرم الشيخ إن شاء الله البرلمان هيبقى كمان له دور كبيرة إحنا عندنا العالم كله جاي في مدينة السلام في شرم الشيخ وهنا مصر دايما دورها دور مصر الرياضة مصر العظيمة مصر الحضارة اللي بتقدر تصدر التاريخ كله دوت للعالم هنقول كمان النصايح لكل الشباب إن هما يقدروا يبحثوا دايما يقدروا إن أي شيء يقدموا له فيه إحنا عندنا كتير من المبادرات والمشاريع والتطوع في حاجات كتير حياة كريمة أنشطة مختلفة كتير ويقدروا إن هما يكونوا احتكاك ما بين السلطة التنفيذية في محافظاتهم مثلا يقدروا إن هما يشاركوا كتير فمن خلال المشاركة جميل أوه جميل أنت تكلمت على أن أنت تكلم إزاي أن أنا أكون إيجابي من خلال طموحي كمان أنا يكون عندي أنت وأميرة تكلمتوا على أن أنا ما توقفش عند النقطة اللي أنا وقف فيها أو محلقا لأنه أنا بحث خارجا وإنت قدرت توصلوا لده تحديدا في الموضوع ده هل الشباب عارفين يعني هل من احتكاككم بالشباب المصري وأنا عارف أنتوليك وكانتوا مرتبطين كمان ببرلمان الشباب المصري هل الشباب عارفين عن الشباب الأفريقي عن البرلمان الشباب الأفريقي هل الشباب المصري عارف عن البرلمان الشباب الأفريقي ولا لا يا أميرة أكيد إحنا بيبقى لنا أعمال مشتركة ما بيننا وما بين البرلمان المصري وفي شباب وأعضاء من البرلمان المصري بيجوا يحضروا عندنا في البيوت الثقافية الروسية في الدقي بيجوا يحضروا معنا الفعاليات كلها لا ده بدونه عارفين أنا بكلم بقى على الشباب العادي فيه طبعا يمكن الحابب أتكلم ده أنه فيه أحنا لينا بيتش AYB in Egypt برلمان الشباب الأفريقي في مصر على الفيسبوك كمان طرح لينك التسجيل في شهر مايو الماضي وتم رسال حالين بعد من اللي تم اختيارهم هيبقى فيه ضم أعضاء جديدة كمان الاكتساب العديد من الخبرات وتنمية الشباب بالفعل دوت شغالين عليه وان الشباب كتير كمان هيعرفوا أكتر عن البرلمان وهيشاركوا معنا في العديد من الفعالات ويمكن أنا طرحت أكثر من نقطة مهمة بنرتب لمؤتمر كبير هيبقى ما بين قرة أفريقيا وروسيا لسه بنجهز له بنعد له قريبا يمكن فيه زيارة مهمة جدا ويمكن حابب أشكر زميلنا محمد مهران مسؤول لجنة العلاقات الدولية والأعلام في الوادي الجديد هيكون فيه زيارة كبيرة لبرلمان الشباب الأفريقي في محافظة الوادي الجديد ويعني بنشكر مع المحافظ الوادي دكتور محمد الزملوت ونائب محافظ الوادي الجديد الأستاذ أحنان مجدي هيبقى فيه زيارة كبيرة للوادي الجديد للتفاقد المشروعات ومش بس كمان دور الشباب من خلال برلمان الشباب الأفريقي التطوع لا كمان عايزين نعلم الشباب إزاي يكونوا هما أشخاص زور يادة أعماله ويعملوا مشاريع الوادي الجديد كمان بتمنح للشباب بعض من المشروعات إن هم يقدروا يستثمروا بداخل الوادي الجديد أنا بشكركم على وجودكم معي باتمنى لكم التوفيق وأتمنى طموح جديد يضاف من خلالكم من خلال الرؤى من خلال التوصيات والأهداف اللي أنتو بتنشيلوا تحققوها بشكرك يا فادي على وجودك معي بشكرك يا أميرة على وجودك معي باتمنى لكم التوفيق وبشكر السادة المشاهدين لمتابعتهم لحلقة اليوم من شباب على الهوى فكر دايما واستغل كامل تقطق في أنك تكون واحد من المؤثرين داخل المجتمع المصري دايما هي دي الرسالة اللي بنقولها في آخر كل حلقة عشان تكون واحد من المميزين من الشباب المصري دي كانت حلقاتنا نشوفكم بكرة وفريق عمل جديد تحياتي واتحاد فريق العمل وإلى اللقاء